شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في الاجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة وفي قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن خالص شكره وتقديره إلى معالي السيد أنتونيا جوتريش الأمين العام للأمم المتحدة على دوره وجهوده في عقد مثل هذه الاجتماعات رفعة المستوى والتي تبحث قضايا مهمة للمجتمع الدولي وقد أكد معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بالتغطية الصحية الشاملة التي تأتي في صدارة أولوياتها الاستراتيجية كونها محركا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة كما أن لها تجربة مميزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحرص على توفير خدمات صحية علاجية وقائية ذات جودة وكفاءة عالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين قامت بإنجاز العديد من المبادرات لأجل حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتحرص على تعزيز التعاون مع دول العالم لتحقيق هذه الأهداف